موسيقى ابن القيم في الرواية اللي بحكالنا بيقول ان السيدة هاجر عندما طبعا تزوجت من سيدنا ابراهيم عليه السلام وكانت حاملا فغارت السيدة سارة منها كثيرا ولما غارت منها كثير جدا حلفت بالله سبحانه وتعالى ان تقطع لها ثلاثة اعضاء فخاف الخليل ابراهيم انها ممكن تجدع انفها او تقطع اذنيها فامر ان هي تثقب اذنيها وان تخفضها او ان تختنعها فكانت هذه هي البداية الحقيقية لخفاض الاناث عبر التاريخ انا لا اتكلم عن فئة الثقافية او المجتمع المخملي انا بتكلمي عن واقع عن ابناء القبور عن الواقع الذي نشأت فيه وعيشت فيه عن جنوب مصر عن النوبة عن الفلاحين عن عن اذا انا بتكلم من واقع حقيقي اعيش ويعيش وتعيش معي كل امرأة تعرضت لعملية هتك العرض جهار النهارة ويؤلمها انا باعتبرها جريمة شرعية قانونية مركبة وادي كل من حاول ان يدافع عنها الدكتورة بتقول بترفض الختان على طول الخط وانا بقول ان الختان كان موجودا عند العرب قديما وكان موجودا عند الخلفاء الراشدين وفي اقوال كتيرة جدا متعايد هذا لكن الخلط اللي حصل نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة التي تحدث ما هي الممارسات الخاطئة؟ الممارسات الخاطئة ان انا اجيب بنتي واروح بها الواحد حلاء ان واحدة في البلد مش متخصصة في هذه المسألة تروح تقطع لهذه البنت هذه المسألة انا بقول لناس كلها شفاء الوقت انا ضد الختان الفرعوني الذي يتم في مصر الان انا ضده على طول الخط وهذا حرام انا ضد هذا القطع الكامل للبزر انا ضد هذا على طول الخط لان هذا حرام ولا يرضي الله سبحانه وتعالى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للختانة ابقي منه شيئا اذا خفضتي فهذا القول يدل على ان الختان بالنسبة للنساء كان معروفا في عهد عمر فالخفاض مش لكل البنات ولكن لبعض البنات اقول لبعض البنات انا هحكي حضرتك انا اتصلت بي مرة فتاة ولا استحياء في الدين طبعا اتصلت بي بنت وقالتلي انا يا دكتور عندما اركب المترو وانا لابسة بنطلون جانس دي بتراكي المترو بيها في مصر بتقول لي بتحصل لي حالة اثارة شهيدة جدا ماذا افعل حسبي الله ونعمل سألت طبيب انا بحكي لك الله حصل وانا اعزه الله انا بل يجعب بيها هي تقول زمعايدة لكن انا سألت طبيب فقال لي فعلا هذه البنت البازر عندها عالة جدا ومرتفعة جدا ولابد من قطع الجزء يسير منه اي بنت اي بنت لابد ان احنا نجيب نوديها لطبيب او طبيب المسلمة متخصصة حازقة في هذه المسألة تقول هذه البنت تحاج الى الخفاض وهذه البنت لا تحتاج الى الخفاض بنت تحتاج الى الخفاض فنخفض لها وبنت لا تحتاج الى الخفاض فنخفض لها لكن انا اجي انكر انكر شعيرة من شعار الاسلام وانا تقول خلينا نقول لرسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه الى اربعة من البنات سمعت حتى شبهة القول ان وحدة من بناتو خدت لها مجمع البخوس الاسلامية في الازهر الشريف عمل جلسة في 14 نوفمبر 1994 ومعي صورة القرار رأي بتو تغذية تصوريها أكمل قضية خفاض الإنس بعد أن نشرت محاطة السي إن إن تقريرا عن ختان إحدى الفتيات في مصر بطريقة بشعة وهو ده اللي أصار هذه القضية الآن خلا بل هاتك لأن الغرب يريد أن يرفض علينا ثقافته يعني ما فيش ختان بشعة وختان غير بشعة الختان ختان انتهى إلى ما يلي المجمع انتهى إلى ومجمع البحوث أعلى هيئة علمية في العالم الإسلامي بيقول أن ختان الأنسة أي خفاضها مشروع في الإسلام ولا يجوز تحريمه أو تجريمه ليش إحنا منشوف إنه مشايخة تدين بكون عندهم بنات وما بيختنوهم أنت عندك بنات أنا ما عنديش بنات كانت تتمنى أن يكون عند بنات كان عندك ش لو عندك خوات لو عند إخوات طيب تمخيتانهم أقول لحاية تتامخيتانهم إزاي زهبنا بي بأختي الصغرى إلى طبيبة متخصصة قالت إن بوحدة واحدة حتاجت وحدة لا تحتاج التي حتاجت ختانها خفضناها والتي لا تحتاج لابنخفض يبقى علينا أن نحن نحارب العربية السعودية ونقومنا هو ناخد صفن نروح نعاربهم لأن هذا لا يعمل به في العربية السعودية ولا في دول الخليطة لا يعمل به الثبت علميا وفي أبحاث كل المخطنات مخطنات أدرى مركز الدراسات السكانية بجماعة الآزر عندنا ده بحث سنة 2001 دراسة عن عفة الفتاة المصرية وتماسك الأسرة جابوا عينة من المجتمع كانت النتيجة أن هناك عدة عوامل أدت إلى عفة الفتاة المصرية كان أولها أول حاجة فيها خفاض الإناث والتاني الحياة ثم متابعة الأم بسلوك الإبنة وتقديم النصيحة لها ثم المحافظة على الصلاة هل يتم الأخذ برأي الفتاة إذا كانت تريد بالفعل ختانها أم لا؟ لا نأخذ برأي الطبيبة هي التي تقول لا إله إلا الله طب وين رأي البنت؟ بنت إيه؟ رأي البنت إذا قالت أنا ما بجي يتم ختانها تستوجب الدية ما خلاص؟ إذا البنت قالت أنا مش عايزة؟ مش عايزة؟ خلاص يا حر لا إله إلا الله لكن هل هذا معمول به على أرض الواقع بالفعل يتم أخذ رئيسة؟ أنا ليس ليه علاقة بالواقع أنا لا أتحدث عن ما هو كلمه وإنما أتحدث عن ما ينبغي أن يقول أنا بيهنا أقول عن ما ينبغي أن يقول أنت شيخ دين أنت شيخ دين وفي جامعة الأزهر ما بيصير ما تقول ما إليه علاقة بالواقع لك علاقة بالواقع أنا أقول أن الواقع خطأ لابد أنه صحيحه في مصر بالزادة مثلا عندنا حوالي أربعة ونصف مليون بنت عانس والعانس تعريفة الإجراء من بلغ السنة 30 سنة ولم يتقدم لها عانس حتى الآن عندنا عنوسة في نطر عربي فأحنا مش عايزين نثير البنات الختان لمن تحتاج عفة وكرامة وطهارة